تمكن دكتور سعودي من تصميمي وتصنيع جهاز يسهم في علاج الأورام السرطانية غير الحميدة الكثير من التفاصيل حول هذا الاكتشاف وحول هذا الجهاز وطريقة عمله يسعدني أن أطرحها مع الدكتور محمد القحطاني وهو باحث في المعادن الطبية لعلاج الأورام السرطانية دكتور محمد حياك الله معنا في أهلا أهلا وسهلا فيك والمشاهدين والمشاهدات أهلا دكتور يليت في البداية تشرحنا الجهاز هذا كيف تم اكتشافه طريقته آلية عمله حتى نوضح المشاهدين والمشاهدات فقط توضيح مصيد سنفرح قبل ما ندخل في تفاصيل الجهاز أنا دكتور ولست طبيبا أنت دكتور وتخصصك في الهندسة الميكانيكية بنوصل لها النقطة يعني وحقك علي لأن البعض يكون عنده لبس من المسميات لأنه في اللغة العربية عندنا طبيب وعندنا دكتور فهذه المسميات كانت تحدث في بعض اللبس الجهاز باختصار بس فقط بطريقة سهلة وواضحة للجميع هي عبارة عن معدن يزرع في جسم الإنسان يقوم بعمل ما يساعد الدواء يفعل يقتل الخلايا السلطانية هذه ببساطة وطبعا يسمى جهاز مع أنه معدن لأنه المعدن هذا له وظيفة فكل شيء له وظيفة يسمى جهاز يعني بعض الناس يخطر لباله أنه جهاز كهربائي أو جهاز إلكتروني أو جهاز هذه الأشياء ولكن هو عبارة عن معدن هو فكرة يركب في الجسم الإنسان في المنطقة التي فيها الورب مثلا؟ بالضبط هو يزرع في محل الخلايا السلطانية أو الأورام وبعدين المريض كما هو موضح في الصورة هذه الآن المريض يأخذ كابسولات الكابسولات هذه تكون ليس لها فعالية أو ليست فعالة يعني خاملة في حالة خاملة ولما يتم التواصل بين المعدن هذا والدواء يكون فعال ويقتل الخلايا السلطانية طيب في فترة كم يقتل الخلايا السلطانية؟ وهل هو ينفع لكل أنواع الأورام أم لا؟ نعم إذا كان السؤال الأول ينفع لجميع الأورام نعم السؤال في فترة كم؟ التالي هل جميع السلطانات عبارة عن أورام؟ هذا السؤال يحتاج إلى تفصيل لا مشكلة السلطانات عبارة عن أورام ولكن الأورام أغلبها سلطانات إما حميدة أو غير حميدة مدة فعاليته تعتمد على في أي مرحلة المرض يكون إذا كان في مرحلة متقدمة يحتاج إلى فترة علاج أطول ولكن بالعادة ليست مدة طويلة طيب جربت هذا الجهاز دكتور أدى إلى فاعلية حقيقية في حالات تعافت بعد استخدامه؟ هو الآن في مرحلة اللي تسمى الحالة إنفيترو بالمصطلح الطبي اللي هي تكون في خلايا في مختبر ومن ناحية فعاليته طبعا أثبتت فعاليته لأن العينات كانت ترسل إلى مركز أبحاث السلطان البريطاني لم تكن نتائج من عندي لم أنا أثبت فعاليته ولكن أثبتت فعاليته مركز أبحاث السلطان البريطاني وهو اللي في رسم توضيحي يوضح فعالية الجهاز وطبعا كان فعال وقتل خلايا السلطانية بسلاسة طيب وش الخطوة اللي بعد كذا يعني بعد إثبات فعاليته وش الخطوة اللي جاية؟ الآن المرحلة اللي المفروضة أنها تكون المرحلة العلاجية الثانية اللي هي تصاريح تصاريح الدواء يعني كأي علاج أو كأي شي طبي يحتاج إلى دورة إلى أن يثبت فعاليته ويأخذ التصاريح اللازمة وبعدين يتم تطبيقه كلينيكيا طبعا إحنا الآن في المرحلة اللي أثبتت أثبتت فعاليتها في المختبر والآن نحاول أن نثبتها مستقبلا ونأخذ تصاريح اللازمة لكي يكون مستخدم طيب علشان نوضح للمشاهدين اليوم لما نقول أثبتت نجاح التجربة في المختبر وش نقصد فيها وش الفرق بين تجربة المختبر والتجربة الثانية؟ هي أغلب التجارب لازم تبدأ من المختبر هذه الخطوة الأولى هذه الخطوة الأولى في المختبر إذا لم تثبت في المختبر لن تثبت بعد كذا إذا ثبثت في المختبر يجي تطوير وجميع الأدوية المستخدمة اليوم في جميع الأمراض تثبت أولا في المختبر ومن ثم المرحلة الثانية على المرضى على المرضى أو حيانا على الحيوانات قبل المرضى مراحل إلى أن يحصل على تصريح في استخدامه إذا تسمح لي بهذا السؤال دكتور أنت متخصص في الهندسة الميكانيكية يمكن تخصص يكون بعيد عن فكرة الطب واختراع جهاز كيف صار معك الموضوع؟ كيف صارت الحكاية؟ إذا أبدأ من الحكاية من الأول سنأخذك طويل لكن أنا سأختصرها أنا أقول دائما أن العلوم مترابطة جميع أنواع العلوم مترابطة الفيزيائي يحتاج إلى عالم الرياضيات عالم الرياضيات يحتاج إلى الكيميائي والكيميائي يحتاج الطبيب والدائرة تستمر دائما العلوم متصلة فأنا في الجانب الذي أشتغل فيه هو جانب تصنيع وتصميم وهو جزء هندسي كبير ولذلك هناك هندسة طبية والهندسة الوراثية والهندسات أنواع كثيرة القصة ابتدأت بقراءتي لبعض الأوراق العلمية كانت إحدى شقيقاتي اكتشف عندها ورم وكان الحمد لله ورم حميد ولكن كان كبداية أني بدأت أبحث عن ما هذا المرض وهذه الأسباب وقعت في يدي ورقة علمية تتكلم عن علاج ولكن لم يجدون طريقة لتفعيل هذا العلاج فبدأت الفكرة وبدأت التطوير طبعا البحث للمعلومية النتيجة هذه لم تكن وليدة اللحظة النتيجة هذه أخذت أربع سنوات بحثية النتيجة لم تكن في يوم وليلة أربع سنوات بحثية هي ما وصلت لها طيب اليوم دكتور إلى كم نحتاج من الوقت علشان تظهر نتائج هذا الجهاز ويبدأ تطبيقها فعليا لأن الحاجة ماسة إلى مثل هذا النوع من العلاجات صحيح أتفق معك أن الحاجة ماسة والمفروض أن الزمن يتسارع ولكن هي يعتمد دائما على الدعم وعلى التفرغ وعلى خطوات كثيرة يعني ظروف كثيرة تجعل الجهاز يكون متوفر ولكن بإذن الله أنا في خطوات الآن أني أسعى أني أحاول أني أحصل على تصاريح كثيرة وأيضا عندي خطوات ثانية أنا شغال عليها في تطوير الجهاز ومراحل متقدمة يعني ما كتفيت بالفاعلية التي حصلت عليها ما زلت أني أبحث عن نتائج أفضل طيب الجهاز هذا بعد الانتهام أنه عرض على الجهات معينة عندنا في السعودية قبل ما يرسل إلى بريطانيا وما كان رأيهم في الموضوع؟ لا لا بواقعية لم يعرض في السعودية ولم يطرح لأي جهة تقوم بدعمه أو التفاصيل ولكن الآن بإذن الله طبعا طبعا توني راجع إلى السعودية من بريطانيا فبإذن الله في الفترة المستقبلية سيكون هناك تواصل مع بعض المؤسسات التي تدعم الأبحاث وإن شاء الله يكون هناك دعم ونرى نتائج بعد كده يعني دكتور أفهم من كلامك أنه ما زال الموضوع شخصي تقريبا أنه جهاز أنت اخترعته عرضته في المختبر بريطانيا كلها بجهود ذاتية شخصية ما في مثلا مؤسسة معينة هي تتفنى الموضوع هذا أنا للمعلومة كنت مبتعد وكنت يعني مدعوم أنا لا أنكر فضل مولاي خادم حرمي الشريفين وسويدي ولي عهد وفي الإبتعاد الخارجي اللي فتح الأبواب للناس لكثير من الإنجازات والإبداعات والكثير أنجز والسعوديين ليسوا قلائل فأثبتوا إمكانياتهم بشكل موسع هذا الدعم الأول وأيضا عندنا قطاع لا أنسى فضل قطاع التعليم في الهيئة الملكية لأن أنا موظف في قطاع التعليم الهيئة الملكية لا أنسى فضلهم وكانهم الداعمين لي في المشروع طيب دكتور أخذت آراء معينة لمتخصصين لاستشاريين في هذا المجال في القطاع الطبي نعم طبعا كان فيه تواصل مع بعض المستشفيات في بريطانيا اللي لها يعني باع طويل في أبحاث السرطان ومرضى السرطان ومتابعتهم وكان فيه رأي جيد من بعض الدكاترة أنه بالطريقة هذه راح يزيد نسبة الناجين يعني تزايد نسبة الناجين خصوصا أنه في حالات مراحله الأولى للاكتشاف طبعا هذا شيء مسلم ويجب أن الكل يتفق عليه أنه دائما المراحل الأولى من السرطان قادرين على السيطرة عليها وبإذن الله عز وجل النجاح يعني سهلة طيب باقي معي دقيقة باستغلها في سؤالين سريعين السؤال الأول هذا الجهاز يعني فكرة تقوم على أنه يستطيع معالجة السرطان في أي مرحلة من مراحله حتى لو كانت متقدمة هو المفروض أن الجهاز هذا يفعل الدواء الذي يقوم بالعلاج هو العلاج يستطيع علاجه بكل المراحل ميزة الجهاز هذا أنه يقلل الأضرار أو الأعراض الجانبية التي يتعرض لها المتعالجين من مرضى السرطان زي سقط الشعر الضعف أو تأثيره على الخلايا السليمة وتأثيره على الأعضاء السليمة هذا الجهاز راح يقللها بمستوى لأنه يكون موجه للأورام يقللها أو لا يعالج الأورام يا دكتور؟ يقلل الأعراض الناجعة؟ لا هو راح يعالج الأورام أكيد ولكن تقليل الأعراض هذا هدف أيضا لأن أكثر المتعالجين يعانون من الأضرار لأنه تسمع بعض المتعالجين أنه يكون حصل له فشل في الكلا أو الأعضاء الثاني التي كانت سليمة جميل دكتور محمد القحطاني شكرا جزيلا لك وشكرا لكل هذه الإضاحات حقيقة أنه اكتشاف جدير بالاهتمام بالعناية بالمتابعة وحتى بالدعم حتى بكرة نستطيع أن نوجد علاج لمثل هذا النوع من الأمراض الله يكفل جميع المرض والتعب شكرا لدكتور محمد القحطاني شكرا لكل هذه الإضاحات شكرا لكل من تابع هذه الحلقة من يا هلا غدا يتجدد معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمال سبحانه على خير